اشتركوا في القناة 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 وكان مفروض تبقى برضه قبل بداية الموسم يعني الوقت كله يعني انا بحدي منجح واحطفل وفرح في دوري هو الأطعم في مسيرة النادي الأهل ما بين ال41 بطولة جيد دلوقتي خلاص ده انا بفكر في الدور الجديد دلوقتي ده انا متصدر القمة وبسعى للدورة ال42 فدي الفكرة اقولك على حاجة طريفة يا أستاذ أوسي مستر ريني بايلر تولى مسئولية النادي الأهلي لموسم 2019-2020 وتوجه ببطولة السوبر بتاعت موسم 2018-2019 اللي هي اصلا المفروض كانت خلصت قبل ما هو ييجي يعني حتى لما تتحطي في ستري بتاعه واحد ميسك النادي الأهلي سنة كذا بس قبلها بسنة خد السوبر سبحان الله ما بتعرفش ازاي لا حاجة غريبة يعني حاجات بس ان شاء الله أتمنى تدارك كل هذه الأمور في الحقيقة في الكرة المصرية ده بيبقى شيء مهم قبل ما استفيد في الحديث معك أستاذ أوسي عايزة روح أشوف أبرز العنوين والأخبار الخاصة بالجانب المحلي والجانب العالمي يالله بينا بابة أخبار اليوم الجبلية تبحثت تقدم لاستضافة نهائي دوري أبطال إفريقيا سوبر كورا الجهاز الفني لمنتخب الفراعنة يبدأ الإعداد لخطة مواجهة بيتسوانا موابط فيتو غدا المنتخب يتوجه إلى الأسكندرية استعدادا من مواجهة بيتسوانا موقع الكابتن أما متعددة لأنيسة شعلالي في معسكر منتخب مصر موقع كورا مبروك البدري رجل المرحلة والقائمة الأولى كشفت في الصف موسيقى في اليوم السابع بعثة المنتخب العسكري تصحب الملابس الشتوية قبل الصفر لصير موسيقى موسيقى بابت الوفد تفاصيل جلسة وزير الرياضة مع محمد إهاب البطل الأولمبي موسيقى موسيقى موقع يلا كورا من أفضل لعبي العالم صلاح جزء من متحف فيفا في زيورك موسيقى سوبر كورا الصحافة الإنجليزية تكشف تطورات إصابة محمد صلاح والمشاركة ديدمان يونيتد موسيقى موقع فيتو موسيقى لعب شفلد يونيتد صلاح من أفضل لعبي العالم موسيقى سكاي نيوز عربية ميسي يفتح قلبه ويكشف عن أفضل مباراة له وهدفه المفضل موسيقى البوابة سبورت يوفينتوس يخطط لخطف بوكبة في الانتقالات الشتوية موسيقى موسيقى الجول تقرير توتنم يستعد لبيع أريكسن في يناير ورية المدريد سيفوضه موسيقى الوطن سبورت ميرور مسعود أزيل في طريقه للرحيل عن أرسنال موسيقى موسيقى وبوابة الأهرام ميسي يستضيف طفلا مصابا بمرض نادر في باشلونة موسيقى دور المجمعات ودور 16 دوري أبطال أفريكي نحن عارفين المجموعة الأولى فيها أول أغسطس وما زنبي وزمالك أو جينراسيون فوت حسب المجرار اللي هتتلاح بيوم 24 وزيسكو يونايتد المجموعة الثانية النجم السحلي الهيلة السودانية وبلاتينيوم ستارز والأهلي المجموعة الثالثة اتحاد العاصمة سانداونز بيترو أتلتكو والوداد المجموعة الرابعة الرجاء شابية القبائل فيتاكلوب والتراجي تعليق يا أستاذوسي تعليق الحقيقة أننا زي ما كلنا قلنا وكنا نشافين أن دي واحدة من أقوى الدور المجموعات في يمكن لنشين سنة الأخيرة يعني الأول ما نشوف هذه القوة وهذا العدد الكبير جدا المميز من الفرق يعني لما تبص لما تم توزيع ال16 دور مستوى أول وثاني وثالث ورابع تشعر أن الفارق تكون متقربة بين المستوى الأول والمستوى الثاني فأنت أمام في كل مجموعة فيها اثنين من الأعلى التقيل والثالث داخل بداخل بشكل قوي يعني مش قليل يعني أقلهم يمكن المستوى الرابع إلى حد ما بعض الشي يعني فأنا شاف أنها المجموعة كلها قوية المجموعة كلها فيها توازن ما قدرتش أقول أنه في مجموعة يعني فيها كتير وتقيلة ومجموعة فيها خلف كل مجموعة على الأقل فيها فرقين تقال جدا هما الأبرز والأقرب للترشح يعني ما لم تظهر مفاجآت من الآخرين اللي هما موجودين يعني يعني نحن بنتكلم على سبع فرق من الستاشر سبق لهم أني فازوا بلقب دور الأبطال يعني طبعا يعني أعظمهم الأهلي اللي هو واخد عبر تاريخ 8 أبطال 8 بطولات قرية وإن شاء الله ربنا يوفق وإن شاء الله ويدخل على التسعة هي مجموعة مجموعة سهلة بالعكس مجموعة صعبة ومجموعة لاست سهلة مجموعة لاست هيينة ليه مجموعة صعبة وبيواجه عندنا النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتونيوم ستارز الزنباوي النجم الساحلي فريق ليه تاريخ طويل جدا وسبق أنفاش بالبطولة في 2007 وله مواجهات مهمة جدا مع الندل آهلي يمكن بدأت المواجهات آخر مواجهات 6-2 بدأت المواجهات في 2005 لما التقى في النهائي وتعادل 0-0 في مباراة الزهاب وبعد كده لها الكسب 3-0 أبو تريكا وبركات وإسلام حكم أن أفتكر المباراة دي تكرر النهائي أيضا في 2007 وتعادله برضو في سوسة 0-0 وفي النهائي المباراة التي يثير حولها جدل كبير جدا وفاس بها النجم الساحلي 3-1 الحكم المغربي عبد الرحيم العرجول لو تفتكر بإدارته الكارسية للمباراة وتغاضيع نحساب والوضح أنه كانت واجله ساعت على فكرة أستاذ بوسي ليه بقى لأن الأهلي كان خاد بطولة 2005 وخاد 2006 في 2007 أنت كنت قريب أوي كان ليه ضرب الجزاء هناك لبركات يديته إنزار تاني واتحرم من مباراة الآياب مباراة النهائي مع النجم الساحلي ومن مباراة الآياب طارد عماد النحاس وكذا قريب يعني كانت حكاة تريبة لكن النجم الساحلي رغم هذا التاريخ الكبير وهذا التاريخ القوي والموجات القوية مع عناد الأهلي يمكن اتقابل مع الأهلي تقريبا 10 أو 11 مرة الأهلي كسب تقريبا فيه تساوف الكفة بشكل كبير جدا بغض النظر عن النتيجة المباراة الأخيرة اللي هي 6-2 لكن النجم الساحلي في هذه المرحلة أو هذه الفترة بيمر بظروف صعبة جدا يمكن تأهله كان إلى هذا الدور أو دور المجمعات كان من ثوق بإبرة عندما تأهل في دور الـ 64 عباطة البروندي يعني تعدل 0-0 وتقريبا كسبه 1-0 وبعد كده في الماتش التاني خسر من كوتوكو وإشان تكوتوكو لغاني الفريق الصحب الطريق العريق خسر 2-0 في غانا وفاز 3-0 في سويسا وكان فيه تحفظات كتير جدا على حكم المباراة طبعا رغم أنه حكم مصري حكم إبراهيم نور الدين إلا أنه كان فيه كلام كتير جدا حاوله أنه يعني ساعد فريق النجم السحلي في الوصول إلى الأهدف السلاسة لكن دعنا من كل هذا خلينا أن النجم السحلي فريق لا هو تاريخ ولا هو إسم طبعا وتم يقاط مدربه البنزيرتي وهو خرج من البطول العربية لكن في النهاية اسم الفرق الكبيرة في المواجهات الكبيرة بيكون لها ثقل بيكون لها تقل ودائما الأهل بيعطي دوافع لأي فريق بيواجه سواء داخل مصر أو خارج مصر وخصوصا في الشمال الأفريقي بيكون فيه أشبه بالدرب وخصوصا بيننا وبين الفرق التنسية بيكون فيه تحافظ كبير جدا للنادي أهل في مواجهته دايما فهتكون المواجهة يعني المواجهة الصعب يعني خصوصا أنها أول مواجهة في المباريات هتبقى مع النجم السحلي وهتبقى في سوسة فمباراة ليست سهلة الأهل السوداني من الفرق برضو لليها تاريخ طويل جدا لكنه لم يسبق ليه الفرق بالبطولة وسبق أن واجه الأهل في سبعة وتمانين وكان الأهل يتعدلوا في السودان سفر صفر والأهل يكسب اتنين سفر هنا في قهيرة كان هدف فيه هدف ذاته وكان كابتن أيمان شوقي صاحب الهدف كان في النهائي كان في النهائي اه وطلعب هنا في قهيرة والأهل يكسب اتنين سفر وبعد كده ليه مواجهات وجهات وأهل يكسب ولكن الكرة السودانية الآن تواجه الصعوبات كبيرة جدا في ظل الأجواء وعدم استقرار الموجود في البيان والخوف من الملعب ومن التأمين ومن الحاجات دي كلها دي المشكلة يعني ومن الإضاءة يقال أنه ممكن مباراة تتلعب أصلا مباراة السودان تتلعب في مصر ياريت يعني تتلعب في مصر وفي دولة تانية أعتقد أنه ده سيكون أفضل بالنسبة للنادي الأهل لكن فريق يعني لا يستهب به يمكن أكبر حاجة عمل أنه هو كسب الدور الزمبابوي والذي وصله لدور الأبطال وقدر يتأهل وقدر يوصل لكن في النهاية لا تستهين بأي قوة جديدة أنت متعرفاش وأي قوة صائدة دائما بكلهم مفاجئة دائما بكلهم وزي ما شفنا حتى في الدور المصري فريق بيلعب في الدور المصري فريق F.C. مصري اللي هو رقم 69 في الدور الممتاز يعني رقم 69 يعني فريق رقم 69 اللي بيشارك عبر تاريخات الدور الممتاز وهو أول مرة يتأهل ودي تالت مباراة يلعبها في تاريخه في الدور الممتاز ولم يسجل أي هدف في المسابق أصلا قبل مجلسة الزمالك الكل كان يتوقع فوزا كاسحا للزمالك ومباراة سهلة والمدرب استهان وأراح عدد كبير جدا من اللعبين وكانت المفاجأة أن فريق F.C. مصري كان قابق وسينة وأدنى من الفوز ده درس لكل الناس ودرس لكل الفلع الكبيرة ألا تستهيب بأي منافس وألا أن هناك مباراة سهلة وحقق مجسبك وقول بعد كده المباراة فالمباراة أعتقد أنها هتكون قوية وهتكون شالسة بالنسبة للنادي الأهل طيب ترتيب المباراة بتشوفه إزاي هل الترتيب مناسب يساعد الفريق ولا الترتيب يمدي صعوبة أكبر من المجموعة هل عندنا أم مباراة نكفسه بعد كده تقابل الهلال في مصر وبعد كده تقابل بلاتينيوم في مصر وبعد كده تخرج بلاتينيوم وكامل انت لو لاحظت الترتيب اللي موجود به المنشات ده ليه علاقة بالترتيب اللي كان في نهاية كاسمهم الأفريقية لو تفتكر يعني حتى في المجموعة اللي كانت معمولة يعني خلوا الاحتكاك والصدام في أول جولة بين المستوى الأول ومستوى الثاني وبشارة وخلوا المستوى الثالث والرابع يلعبوا مع بعض علشان يدوا فرصة للثالث والرابع ان يكون لهم امل في النفس ويخلوا الموضوع يبقى فيه قوي تشعر ان هناك شيء موجه وان فيه ترتيب لهذا الأمر طبعا ما فيش ضرعة انت في النهاية هتلعب كل الفرق يعني بس ما يعني لو خلوا الأهل والنجم الساحلي يقابلوا الهلال وبليتونيوم فأول جولتين يخلصوا عليهم كل واحد خلاص دول انتهاء امانهم في المساعة والمجموعة خلصت والقصة انتهيت وما عزين يدوا إصارة أكبر فهيدوا إصارة الأكبر لآخر جولة في البطولة فده توزيع وده فكر كويس لكن ترتيب المباريات طبعا أن تبدأ بالأقوى فطبعا يعني بقدر ما له من من صعوبات انك بادن مباريات صعبة وما تعافش نتيجة ده بقدر ما لدينا ميزة قوية جدا انه لما ربنا يكرمك وتحاية نتيجة مع أقوى فريق خارج ملعبه واعتقد أنه ده هيكون هذا في الأهلي القادم ده يكون مفتاح انك انت تحسن مبكر يعني متاهل لو كسبت المجمع هناك في سوسة انت كده بإذن الله سعدت يعني الموضوع هيبقى النسبة كبيرة جدا قطعت الشرق نعم يا عمار متعايزين نقول كده برد بس بفوز خارج ملعبك على أقوى فريق معك في المجموعة طبعا 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 البداية طبعا يعني يعني دي يتبقى حاجة مهمة جدا طيب بقية المجميع تقييمك ليهم ايه أقوى مجموعة من وجهة نظرك لا يعني يعني انت ما نسكت المجموعة الأولى هتلاقي فيها طبعا مازين بيق يعني عريق وفريق له تاريخ كبير جدا وفريق فاز باللقب أكثر من مرة ومعايزة مالك برضو من فرق العريقة في أفريقيا خمس ألقاب وعندك أول أغسطس برضو فريق تقيل مش فريق سهل ويمكن أقلهم زيسكو يونايتد في الموضوع فبيردو مجموعة هتلاقي فيها مواجهات صعبة جدا بين مازين بي وبين الزمالك طبعا إذا الزمالك نجح في التخطي عقبت جنرسيون فوت السنغالي في المباراة التي تتلاقيها بيوم 24 ما لم يعني الزواج ما لم يوفق هتكون دي أسهل مجموعة ليه أسهل مجموعة لأن هيكون عندك جنرسيون ده عصلا تصنيف رابع هو تصنيف رابع هيبقى تصنيف تاني هيبقى تصنيف تاني فعندك اتنين من تصنيف الرابع موجودين في البطولة فهتبقى الأمور سهلة جدا المتاع في حالة وجودها أتقع أن مازين بي والزمالك حال تأهلوا النوابة أمور الأقوى الأقوى للتأهل يعني مجموعة الأهلي أعتقد أن الأهلي والنجم الساحلي هم الأقرب للوجود إن شاء الله مجموعة الثالثة مجموعة من المجموعات الحقيقة مجموعة قوية يعني فيها ساندونز من الفرق القوية كالعادة مع الوداد ومعاه الوداد من الفرق اللي فاجت باللقب بترؤت للكم الفرق القوية اللي دايما لها منواشات في الأدوار الأولى وعندك اتحاد العصام الجزائري يعني مجموعة فيها قوية جدا من المجموعة القوية هترجع المجموعة الرابعة عندك الرجاء وشبابة القبائل وفيتا كلوب والتراجي برضو عندك فيها ثلاث فرق عربية بيبقى فيهم صدام كبير جدا فيها المغرب والجزائر وتونس ودولة بيبقى بينهم منافسة شارسة جدا فزي ما قلنا إن كل مباراة متكافة وكل مباراة قوية وده يخلي دور الأبطال الأفريقي دور القوة ده مهم جدا جدا في المرحة المقبلة طيب ده فيما يتعلق بمجموعات دوري أبطال الأفريقيا واللهم من يزمنا طبع مجموعة النادي الأهلي وتركب كبير إن شاء الله بإذن الله لهذه المباراة في مختلف المجموعات ونحن نتركب بالتعديد مجموعة النادي الأهلي بإذن الله يكون موفقين ويتم استعود من خلالها والمنافسة بكلك هو على اللقب المنتظر لجمهور النادي الأهلي ده فيما يتعلق بطولة دوري عبطال الأفريقيا لكن في المقابل كان فيه تصريح لمستر فيلر ننزل على الموقع الرسمي إن هو كلمة عن اللعابين وإن نحن مركزين في مباراة الزمالك والبطولة المحلية بطولة الدوري بتشوف التصريح ده إزاي ومدأ أهمية مباراة الزمالك من وجهة نظرك طبعا أهمية مباراة الزمالك طبعا المباراة في غاية الأهمية والكل يعلم هذا جيدا مؤكد أن مستر فيلر يعلم هذا لا سيما بعدما لاحظ رد الفعل بعد المباراة الأولى اللي هو قدام زكت في السوبر وإدري يقدم مباراة كبيرة جدا ويسجل سلسة أهداف جميلة وملعوبة ويقدم تقريبا أكثر من 70% من المباراة بشكل رأى وشكل مميز واسق جدا المباراة دي مهمة جدا زي ما كان مباراة السوبر يعني مفتاح ليه أعتقد أن الناس منتظرة منه تأكيد لهذا الأداء وهذا العرض شايفين الأهل ماشي بشكل قوي شكل منظم فهو عنده الرجل دايما حريص على أن الأهل يسير في هذا الطريق بدلين أنه حتى بعد ما كسب أسوان خمسة وفي ظروف صعبة وحر وسفر وكان متفق على أنه حيمنح اللعبين راحة فشاهد وجود بعض الأخطاء رغم الخماسية رغم الخماسية فهو يلغي سفره ويلغي أجهزة الفريق وييجي ويقعد ويصلح ويعمل إذن الرجل بيركز في التفاصيل وفي الدقة ومش بيغتر بالنتيجة أو بيبص للنتيجة أو مجرد أن احنا كسبنا النهار دي يا أولاد خلاص بقى الحمد لله ربنا يكرمنا وخلاص الليلة كده بقى زي الفل والتمام مفيش الكلام ده فوضح أنه رجل جد ومنصف جدا وبيصر على تصحير الأخطاء أول بأول ويصر حتى على أن توضيح ده للعيبة يعني حتى ده كان نوع من الأقوبة بالنسبة للعيبة كل الأقوبة كان مرتب نفسه نقوله 48 ساعة فإذا يفاجئ بير راجع من أسوان وبكرة عندك تمرين فكانت عملية مهمة جدا دائم ويقال أنه ده أوي من الهدف اللي دخل في مرمى أن يجي الأحلي في موراة أسوان أنت متخيل لما تبقى جاب خمسة وخش في الجون خلاص تبقى عادي جدا لكن طبعا لا ما يتعديش هو ما يبصش للخمسة بقدر ما يبص إزاي هدف بالطريقة دي يدخل فيك لأن ممكن في موراة تانية تكون فيه صعب أن يجي لك فيه فيه هدف أو تكون جاب هدف بس فلما يجي فيك هدف بالطريقة دي كلام ده مرفوض جدا وده مهم جدا بالنسبة للفريق كبير بالنسبة للنادر أهلي الحقيقة الراجل ده يعني فلسفة جديدة وفكر جديد بيزرعه جوه نادي أهلي وأعتقد أن فلسفة يعني احنا مش عايزين نتكلم مبكلا أو نضخم في الأمور طبعا زي ما البعض بقولك يعني محدش يتكلم أول لسه ما مختبرش لا لا هو اختبر الراجل بقى له ست مباريات فظهرت فكر تحنا كنا نتكلم عن المدرب عشان تتكلم عنه ست سمع مباريات لما نوصل المباراة الستة وهو ماشي بخطة سابتة أو خطة بيتقدم مباراة مباراة إذن هناك شيء ما يحدث هناك تغيير موجود جزري في الفكر الكروي بالنسبة للنادي الأهلي وفي الأداة التكتيك والأداة الخططي والمستوى والتحركات والتحركات بدون كرة والملاكس والمواقع وماكن اللعيبة وعملية الروتيشن اللي عملها في الفريق بشكل كبير جدا التدوير المستمر بين اللعيبة لدرجة أن أصبح عندك تقريبا كل فنية الأهلي جهجة وأي حد يلعب وأي حد يغيب لأي سبب لقدر الله سواء كان سبب فني أو سبب قهري ما فيش أي مشكلة خالص بالنسبة له أعتقد أن الرجل بيشير بشكل كويس جدا فالأمور مرشي معاه بشكل جيد ونتمنى له التوفيق وطبعا ماتش زمالك يعني ماتش غير أنه هو ثلاث نقاط في الدوري ومهمين أنك تتحافظ وتستمر وتقتنس العلامة الكاملة فهو بيمثل بطولة خاصة بالنسبة ليه جماهير الناد الأهلي يعني تكاد تقترب طبعا يعني أنا مش أقول أن الفوز على الزمالك يساوي بطولة لكن هو بالنسبة بيساوي بطولة معنوية بالنسبة للجماهير يعني بيبقى فيها النوع من البهجة الكبيرة جدا لجماهير الأهلي أو الجمهور الزمالك يعني أي منهم يتمنى الفوز على آخر بأي شكل أنا أشكايا لكن أنا يتمنى في هذه المباراة أن لا يتم التصعيد فيها لا يتم أخذها في منح سأري أو تنفسي غير لائق دي في النهاية مباراة في قولة القدم لا تساوي إلا ثلاث نقاط في الدوري يعني حتى لا يكسبها مش معناها أن نكسب الدوري يعني أنا كسبت جولة معنوية كسبت طبعا أنت كويسين ما فيش مشكلة خلو هتعطل المنافس بتعطل المنافس بتاعك المنافس المباشر المباراة دي بتبقى مهمة جدا أنها بتساوي ست نقاط زي ما بيقولوا نتمنى أنها تتشار وكنا نتمنى أنها تقام بجمهور لكن ما أقلنا حتى الآن أنها ستقام بلا جمهور فين في برج العرب والسكر الله أعلم بس طبعا في الغالب في برج العرب يعني يعني بنسبة تسعة وثين في المئة وفي معادها في برج العرب زي ما بتلعب كل مرة في معادها في معادها في معادها طبعا وإلي هيمنع أن يتقام في معادها لقد تحكى من هذه الشابورة التي أثيرت بعد من قبل نادي زمالك بعد مباراة عادة مباراة جينارسيون فوت أنا شاف أنها كانت حاجة غير منطقية على الإطلاق وحاجة ليس لها وما يبررها على الإطلاق كل هدف صارت زوبعة حول هذا الأمر طبعا الأهلي يعني من غير ما حد يتكلم ومن غير ما حد يقول الأهلي رفض مؤكد أن الأهلي أكيد سيرفض هذا لأن لو زمالك مثلا لو الاتحاد الأفريقي كان قرر أن المباراة تلعب يوم عشرين يوم واحد وعشرين كان الأهلي قبل اتحاد الكرة سيبادر بترحيبه بتأجيل المباراة للمباراة نادي الزمال لكن أنت بتكلم في خمس أيام قبل المباراة من 19 إلى 24 ده حتى الفارق الزمني ما بين المبارتين تجاوز الفارق الذي حدده اتحاد الكرة يعني لما فريق يلعب هنا في مصر يبقى فيه ثلاث أيام لما تطلع بره أربع أيام أنا أقولي زيقا هلعب هنا في مصر يوم يوم فقدمك خمس أيام كاملين ما عندكش أي مشكلة تقدر تستعد وتقدر تخش وتقدر بتاع وطبعا يعني اتحاد الكرة يعني نفى هذا الأمر تماما وتمسك وده بداية النجاح للمسابقة ما فيش تأجيل لا للأهلي ولا للزمانك إلا تبقى لما تتفق عليه في بداية الموسم عندك مباراة قرية جوة مصر ليك ثلاثة يام قبلها عندك مباراة خارج مصر ليك أربع تيام قبلها وأربع تيام قبلها هذا الأمر منتهي وهذا الأمر يحافظ على استقرار المسابقة يحافظ على إن إحنا يبقى عندنا كرة قدم جيدة وكرة قدم منتظمة لأن بدون انتظام مسابقة الدوري المحلي حيبقى موسم مقرر حيكون موسم مقرر وحنعرض نفس الأخطاء اللي إحنا متعرض لها وإحنا نفسنا خلاص بقى حنملي من التأجيل ونملي من الحاجات دي كلها طبعا ده شيء مهم جدا غياب بعض العناصر عن هذه المباراة ولا في ظل سياسة ميستر فيلر ما فيش تأسية زي ما تكترى أنت بتكلم في عنصرين مهمين جدا من العناصر نادي الأهلي طبعا ومش من العناصر يعني وخصوصا عمرو السلية بات عنصرا مهما ومؤسرا مع المنتخب ويمكن كابتن حسين البدري يضمه قبل أن يتعرض الإصابة وفي توجه أن يعتمد على عمرو السلية كلعب أساتي هو وحمد فتح يعني دلوقت الديفندرين باتور منتخب يبقوا من النادي الأهلي طبعا معهم كابتن طريق حمد من الناس اللي قوية والناس مميازة اللي هو التقدير واللي هو احترامه وده حياتر المكان يعني اللي يكون عندك عمرو السلية وحمد فتحي وطريق حمد تلت دلوقت ونني طبعا موجود معهم يعني فده يعني حاجة مهمة جدا أنك عندك وفرة في هذا المنتخب خلينا في النادي الأهلي أن السورية لاعب لاغين عنه مع فرير النادي الأهلي وده دونجة طب بالضبط لا لا فيه نمازج كتيرة جدا بسنا أتكلم على الأبرز اللي موجود يعني العمرو السلية يعني خلاص أصبح من الأعمدة الأساسية اللي موجودة في تشكيلة حتى في عملية التدوير اللي بيجريها مستر فايلر لم يتم الاستغناء عن عمرو السلية موجود يعني فيه تلاتة أربعة كده في رئيس الأهلي دولة يعني موجودين بلا أي تغيير إلا للضرورة القصوى يعني فطبعا وجوده طبعا حيفرق كتير جدا ممكن آخر خبر النهاردة أن فيه أمل كبير جدا أنه هو ومحمد متولي يكونوا جاهزين قبل مباراة القمة إن شاء الله قبل يوم 19 لكن لو لم يكن جاهزا لهذا المهم فلا توجد أي مشكلة خالص في الأمر لأن عندك أكثر من لعب جاهز عندك الليو ديانج لما شفناه وظهر أول مرة مع النادي الأهلي أعتقد كان ظهوره قوي ومميز ورائع أعتقد مستوى العالي بتاع حمد فاتح يقدر يعوى الدكتور جدا عندك طبعا كابتن كابتن مسمار حسن عشور مربوود وجهز اللعبة في أي وقت فماعتقدش أنه فيه مشكلة خالص يعني في هذا الأمر وكذا خط الدفاع شفنا حتى لما غاب متولي ويسر إبراهيم في مباراة واحدة اللي كانت مباراة الزمالك يعني عندك رمب ربي عندك كمان أشرف موجودين بشكل قوي جدا بالزبط يعني أتوقع أن يبقى فيه مفاجأة في تشكيل ندي الأهلي في المباراة دي يا أستاذ روسي والله فايلر ده ما تقداش تتوقع مع أي حاجة خالص يعني ممكن يعمل لك مفاجأة ممكن يعمل لك مفاجأة ممكن كل يتوقع أنه فيه مفاجأة وينزل لك بنفس التشكيل اللي كان اللي كان ممكن يغير لك في التشكيل بشكل كبير جدا يعني الراجل يعني أصبح دلوقتي زئبقي صعب جدا أنك أنت يعني تعرف تعرف أو تسطر عليه أو تقدر يعني تعرف توجهه يعني يعني الناس كلها شافت وتفرجت لكن ما حدش يعرفه هيرلعبك إزاي صح هيحط لك مين اللي هو هيبقى مهاجم صريح هل هيلعب مهاجم صريح ولا هيلعب مهاجم وهم من الأطراف الموجودين حل الشحات ورمضان الصبح وأفش هيبقى موجودين ولا هيدخل عناصر جديدة ويشيل حد ويعمل حد وحل هيدخل صلاح محسن ولا هيدخل أجياء يعني 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 في حاجات كثيرة جدا الراجل ممكن يعملها وعنده طرق بديلة جدا وده شيء مهم جدا بالنسبة لأي مدرب وأي مدرب عالمي عنده فكرة وعنده رؤية أن يقدر طول الوقت عنده خطط بديلة وعنده تكتيكات وعنده أفكار وعنده رؤى مختلفة يقدر يفاجئ بها المنافس اللي بيواجه زي محصل مع الزمان في المواجهة الأولى فما أقول لك أنني أتوقع وما حدش يقدر توقع وحتى أي حد تابع كل الماتشات اللي لعبها في فايلر ست ماتشات ما درش القوية أنك يكون عندك مباراة حتى المباراة والدية لأن المباراة تختلف وتكون أقوى وأشد من التدريب بشكل جبير جدا المباراة والدية بتحفظك على لياقة المباراة المباراة والدية بتكون تجربة قوية جدا وتجربة مهمة جدا أنك تجر في ما حفظت للأيبة في المباراة والأفكار التي تستطيع تعملها والتدريبات التي تعملها هل نفذت هذه الأشياء وذلك حتى في الغالب في المباراة بيختار فرقة يعني ممكن تكون بعيدة عنها في المستوى مش الهدف أن أنا جاي بفرقة عشان أكسبها لا خال الهدف أن أنا جاي عايز أشوف اللي أنا عملت في التدريبات والخطط اللي أنا عملتها والأفكار اللي أنا حطيتها والتكتك وفرقة العلميين من المستوى التاني في مصر يعني هي في دور القسم التاني يعني نحن أعلم بالأعلميين دسة ما تبمش العلم بشكل يعني يعني في أنبات رضيت عن الأعلميين أو غيره يعني لكن في نهاية بتبقى فرقة من القسم التاني بشكل كبير يعني ففي نهاية هو بيجرب خططه وجرب أفكاره بيختبر عناصره وعنده لعيبة ممكن ما عايز يشوفها أكتر ويطمئن عليها فده مهم جدا طبعا المباراة طيب عايز أروح بقى بعض الملفات الأخرى وبالتحديد فيما يتعلق منتخبنا الوطني الأول وقبل ما أتكلم عن منتخب الوطني يا أستاذ أوسي التحديد الكرة من بوابة أخبار اليوم نهاردة بيقولك أن الجمالية التبحث ستقدم لإصطافة نهائي دوري أبطال لأفريقيا ونحن عارفين النسخة دي هتكون أول نسخة تتلعب فيها النهائي من مباراة واحدة يتم تحديد الملعب لاحقا من خلال بعض الشروط اللي يجب توفرها سواء خطاب حكومي وأمني وبساعة الأستاذ والمدرجات وكل هذه الأمور شايفين بي خطوة تكون مهمة بالتحديد في حالة وصول النادي الأهلي لنهائي البطولة بإذن الله طبعا دوري أبطال أوروبا والأوروبا فده مهم جدا أن في النهاية أنت بتلعب مباراة واحدة في مكان مهم جدا وده حياع فيك منك أنت لو في فرق تروح تلعب في أماكن مش ممهدة صعوبات جمهارية بتاع المؤكد أن الكاف لما هيختار مكان يختار مكان يعني يرضي جميع أطرافه مكان يخلي البطولة في مستوى عالي جدا ويعليها يعني وأعتقد أن دول الشمال الأفريقي في الغالب تكون أقرب إلى هذا أو لو أي دولة أفريقية يعني عندها زي جنوب أفريقية مثلا يعني فمش يتم اختيار يعني زي ما هو بيختار بطولات تنظم البطولات القرية أكيد هيركز في اختيار الدولة اللي هتختار أو تستضيف نهائي دور الأبطال الأفريق لأنها يكون مناسبة يعني ليست قرية بل عليها أضواء عالمية على سنشوف التجربة يعني فده مهم جدا طبعا يعني لو المسطة تقدمت وبعد كده الأهلي قدر يوصل للنهاية أعتقد تبقى حاجة جميلة جدا وحاجة عجمة جدا أنك أنت توصل النهاية وبيتلق على أرضك ومهم جدا أن يتحدد من بدري علشان ما يبقاش في أي كلام يعني 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 في أسرع وقت ممكن معلن أن القاهرة ستستضيف أو أستاذ قاهرة أو أستاذ برج العرب ستستضيف نهاية دور الأبطال مثلا أو أستاذ محمد الخامس في المغرب أو في جنوب أفريقيا أو في دولت أي أن كان الملعب بس تبقى الأمور واضحة مبكرة بالنسبة لنا نروح لمنتخب مصر الجاز الفني ده من سوبر كورا بالفراعنة يبدأ الإعداد لخطة مواجهة بتسوانا وبيقولوا أنه حيتم الدفع بعض الوجوه الجديدة زي رجب بكار محمد حمدي الباكريفت بتاع بيراميز أفشا حمدي فتحي شحات عمر السعيد بتشوف مدى أهمية مبرأة بتسوانا الودية بالتحديد في ظل قيادة فني جديدة تحت قيادة كابتن عسان بدش طبعا كابتن حسام اختار مجموعة مميزة من اللعبين اختار يعني كل المجموعة تقريبا اللي كلنا متفقين عليها واللي ناس كلها متابعها يعني في النهاية انت احنا كمتابعين او جمهور او الناس بيشافين المشترات اللعبة يمكن لما مستر خفير أجري في كاسم الأفريقية واختار وترك بعض العناطر موما جدا 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 وما خدهاش كل الناس كابتقول لي ما خدهاش لكن في النهاية احنا بنلتزم بقرار المدير الفني لانه هو المسؤول على النتائج يعني حتى الاخطاء في الاختيار تم تصححها في اخترارات الكابتن حسام البدري اسواء بالاعتماد على ضم عبدالله الجمعة هو لعب مميز في نحية الشمال ولعب نحية فيها من شكل كتير جدا محتاجي اللاعب وقوته ومهارته تم ضم عمره السلية بنا يشفيه ان شاء الله وبصابة اعتماد بالدرجة كبيرة جدا على رمضان صبح وانه هو من القوم الأساس المنتخب برغم تواجده مع المنتخب الأولومبي مجموعة كلها مهمة مع عدم جهة مع جمعات المحترفين واعتقد المباراة هتكون مهمة جدا للكابتر حسام كأول مرة علشان نبدأ نشوف ايه مش هنقول ان احنا نحكم على الكابتر حسام من اول مباراة لكن اعتقد الكابتر حسام ليه فكره وليه رؤيته اللي حيقدر يفرضه مبكرا على اللاعبين واللي يقدر يلعب به واللي يقدر يطور به اداة المنتخب المطري ويحقق به الاهداف المطلوبة واعتقد ان مباراة بتسوانا قريبة من المباراة اللي احنا مقبلين عليها اللي هي كينيا وجزر القمر اللي موجودة فيه التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا فاعتقد انها تكون تجربة مفيدة جدا وتجربة مهمة للكابتر حسام وللمنتخب بشكل عام اللي ما ملاقبش او اي مباراة منذ نهاية أمم أفريقيا نتمنى لهم يا رب كل التوفيق نتمنى لكابتر حسام بدلو اللاعبي منتخب مصر كل التوفيق خلال الفترة اللي جاية بالتالي ايضا منتخب الأولمبي بيستعد المباراة والديتين يوم 11 ويوم 13 يعني بكرة ويوم الحد امام جنوب أفريقيا ودي اخر استعدادات واخر بروفا للمنتخب الأولمبي قبل بطولة الأمم الأفريقية تحت 20 عاما في مصر المؤهلة للأولمبيان بتشوف الاستعدادات دي ومدى اهمية المباراة امام جنوب أفريقيا دي طبعا زي ما حدثك قلت ان مباراة في غاية الاهمية للمنتخب وده المنتخب الاهم بالنسبة لنا دلوقتي لانه داخل على حدث مهم جدا وهو بطولة أفريقيا للشباب اللي هيتأهل منها أفضل ثلاثة لنهائيات الأولي العاب الأولمبية في توكيو وعشرين هنشريك شعبا فأملنا كبير جدا ان احنا نوفق في الوصول للألعاب الأولمبية لان يعني شيء مهم جدا ان تتواجد وتلعب في هذا المحفل الرياضي اكبر تجمع الرياضي على مستوى العالم وهو الألعاب الأولمبية فان شاء الله تكون مباراتين مختار جنوب أفريقيا وجنوب أفريقيا بالمجازمة موجود بس في المجموعة التانية اللي موجودة في النهائيات منتخب جنوب أفريقيا منتخب جيد يعني اعتقد جنوب أفريقيا من الفرق اللي بتقدم كرة جيدة واعتقد ان شاء الله يتكون تجربة مهمة جدا ان شاء الله غريب قرر عدم إذاعة المبارات الأولى لجنوب أفريقيا ده بشكل نائي اه يعني هو بيقول أثبات فنية يعني ربما يكون حيجرب شيء ما خطط معينة أو أداء معينة فمش عايز المنافس يعرفه لكن المبارات التانية قرر ان هو هتكون مزاعة لانه مش هيدمونكم ما يكونش برضو هيتطبق فيها الحاجات اللي هو عايز يحتفظ بها لنفسه في البطولة يعني كل التوفيل هذا المنتخب أنا شايفه منتخب قوم منتخب مهم عناصر كويس اتبع عناصر منتخب ده انت عندك عناصر دي تتكلم عن صلاح محصن تتكلم عن ناصر ماهر عدد كبير جدا عمار حمدي عودة محمد محمود وكريم ندفت هتبقى ضافه نعم نعم انت تتكلم عن مجموعة من المواهب دولة منتخب مصر أول يعني مش منتخب مصر أولمبي ودولة مستقبل حقيقة مستقبل الكورة المصرية فيارب نتمنى لهم التوفيق وارب ان شاء الله كابتن شاء الله غريب ينجح في تحقيق ما فشلنا فيه على مدار دوراتنا عديدة على مدار طول السنوات الماضية دي صور قدامنا من تجهزات الحفلة الخاصة بتسليم درع الدوري للنادي الأهلي واللي هتنطلق أو تقريبا انطلقت منذ لحظات وان شاء الله تكون حفلة مهمة وطلق باسم وبطولة كانت صعبة جدا بطولة لفازمية النادي الأهلي بطولة الدوري رغم ان توقيتها بعيد شوية لكن مهم ان في الآخر في حفلة وفيه تجهزات وفيه درع حيستلموا النادي الأهلي وأكيد السعادات بتبقى قوية جدا لحفلة كبيرة جدا جدا لتسليم نادي الأهلي درع بطولة الدوري رقم 41 في تاريخ النادي الأهلي كلنا منتكلم عن منتخب الأولمبيو والمباراة الأولى بالتحديد أو السيد قوسي حيجيب طهر محمد طاهر وحيجيب أكرم توفيق لعدم الجهازية وبإذن الله سيكونوا متواجدين في المهبرات الثانية ودول طبعا من دين العناصر اللي هتكون إضافة قوية جدا جدا للمنتخب الأولمبيو نتمنى لهم كل التوفيق بشكل عام خلال الفترة الجاية من دين الأخبار اللي معنا أستاذ قوسي أيضا فيما يتعلق بموضوع محمد إهابو أعتزاله بطل العالم في رفع الأسقال وأنه هو اجتمع مع الوزير والوزير قدر أنه هو يخليه يعدل عن قرار ده من الأخبار المهمة اللي كان نفسي نتكلم فيها ورغم أقرابنا من نهاية الحالة لكن الحقيقة الواحد حزين جدا على رياضة رفع الأسقال بشكل عام رياضة دمرت ويعني تقريبا أجدل عليها السطار لمدة أربع سنوات قادمة بل سنوات يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم من وحده لأنه تم إنهاء لها بالترفع الأسقال تماما في مطر خلاص منتخب الأول يتصرح منتخب الناشئين يتصرحوا طبعا ده نتيجة فشل الزريع لهذا الاتحاد اللي موجود والمدربين اللي موجودين في الاتحاد أنا مش غادة دوقتي مش متخيل ومش مصدد أن البطلة العالمية الأولمبية سارة سمير تعطت منشطات حتى هي يمكن أنا تواصلت مع أستريتا لغاية دلوقتي يعني شبه مضربة عن الطعام ومش مصدقنا وكأنها في ميتم كامل أنها مش متخيلة ولا تدرك ولا يعني مش عارفة ده حصل إزاي هي مش عارفة إيه تخذت منشطة يعني هي ما خدتش ما جابتش أقار كده وقضيته منشط علشان ده يبقى منشط لها لأن واحدة بطلة عالم واخد زهابية العالم واخد العابة الممبية مش معقولة لما تروح بطلة قرية هتروح تاخد منشط فيها يعني يعني أعتقد أن الأمور مختلفة طبعا يعني محمد يهاب لا زنب له وأخذ بجرية الآخرين فالراجل بيبحث عن فرصة ومش متعاطم منشطات بس مصر مقوفة وهو مش يلعب مفيش حد في مصر ياخدش العابة الممبية دي كنا ضمنين على أقل على أقل في مدينتين موجودين يعني فمحمد يهاب جاهز وراجل بيستعد بقاله تات سنين وتم إنفاق عليه نافقات كبيرة جدا فكانت عنده فكرة تزيد بهذا الشكل وهيكمل تدريباته وكمل ساعاته ومش يدخل باسم مصري للأسف هيدخل تحت العلم القلوم يعني ما إن شاء الله ربنا يكريمه وحقق مدينة هتبقى إنجاز شخصي باسم محمد يهاب ولا تحسن مدينة لمصري لكن معروف في الآخر أنه مصري فتبقى حاجة كويسة نتمنى لكل التوفيق وهي ظروفة عن إرادته في الحقيقة موضوع طبعا كارثة موضوع يعني بيخلي الرياضة المصرية يعني أمور مش جيدة بالنسبة لنا نتمنى معجد كل هذه الأمور السلبية في الرياضة المصرية بشكل عام ونتفادى تكرار هذه الأخطاء خلال الفترات الكبيرة المقبلة أستاذ أوسي نورتنا وشرفتنا كالعادة مشكلة شكرا جزيلا بناخليك أمير ودايما منفق مبروك عليك ودرق دوري 41 وقبل 42 إن شاء الله الإهلي بيتصدروا بجدارة وبيصير فيه أو بينطلق نحو بقوة بشكل يعني لم نره في السنوات الأخيرة يعني إن شاء الله موفق يا رب إن شاء الله نتمنى كل التوفيق للنادي الأهلي بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أوسي دي كانت حلقتنا النهاردة والفاقرة التانية اللي حوارية مع دفن العزيز الأستاذ محمد أوسي بكرة أجازة إن شاء الله ونرجع مع حضراتكم يوم السبت في حلقة جيدة من كلام في الميديا إلى اللقاء